اهلا بحضراتكم قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية الجديدة ان العاصمة بدأت منذ بداية العام الجاري انتقال الحكومة للعاصمة الادارية قائلا بدأنا بمجلس الوزراء والاسبوع المقبل سيكون وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة واضاف رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية الجديدة انه تم عمل جدول لنقل كل اسبوع عدة وزارات للعاصمة الادارية متابعا ننظم عمليات وصول الموظفين للعاصمة الادارية واشار رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية الجديدة الى انه خلال نهاية شهر فبراير او نصف نارس ستكون كل الاجراءات الخاصة بنقل الموظفين قد انتهت وسيكون هناك 12 هيئة تعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة موضحا أن هناك مواطنين يسكنون في بعض الأحياء بالعاصمة الإدارية وقال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن كل المرافق كاملة في العاصمة وهناك وحدات سكنية شاغرة بالعاصمة وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك عدد كبير يسكنون في العاصمة الإدارية الجديدة والتقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية وذلك لمتابعة موقف تجهيزات الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذا موقف أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والبديلة والمشروعات المختلفة وأكد أيضا المهندس خالد عباس أنه تم الاتفاق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل على تخصيص أماكن لانتظار الأوتوبيسات التي ستقل الموظفين وذلك ضمن منظومة النقل الجماعي الذكية التي تقوم بتنفيذها الوزارة كما أكد على أنه يتم حاليا متابعة دقيقة لتفاصيل مستجدات معدلات الإنجاز المتعلقة بتنمية المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأيضا المشروعات التي ينفذها الكطاع الخاص أيضا أكد أن هناك ست جماعات تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة يدرس فيها حوالي 6000 طالب كما أن الجماعات كل عام تفتح كليات جديدة وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن هناك عشر مدارس يعملون بالكامل وكذلك عشر مدارس تحت الإنشاء موضحا أن المحالة التجارية بدأت تعمل وكل السلع متوافرة وأيضا الأمن متوافر بشكل كبير في العاصمة الإدارية الجديدة وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة لا تأخذ أي أموال من ميزانية الدولة بل كل المشروعات يتم تمويلها من خلال الاستثمارات مع الشركات وطرح الأراضي وأوضح عباس أن العاصمة الإدارية الجديدة تعمل على إنشاء العديد من المستشفيات سواء كانت حكومية أو خاصة وستتوافر المستشفيات بشكل كبير لتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين الذين يقتنون بالعاصمة الإدارية مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرات شكرا جزيلا لحضرات